موسيقى مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله صباح جديد يجبعنا واحد من صباحات الشروق لتمنىها دائما خير وسعادة وأمل وأسبوع جديد وموفق للجميع وناس في وطني شوق يهزدهم كما يهز نسيم قامة القصب الجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا بلا سبب الناس أروع ما فيهم بساطتهم لكن معدنهم أغلى من الذهب تحايا الصباح لكل الناس في وطني لكل المهتمين بهذه الثقافات والموروث الثقافي وهو حديثنا في صباح الشروق لليوم دائما من خلال صباح السبت نفتح النوافذ على الموروث الثقافي السوداني والحضارات الممتدة ونتحدث أيضا عن الأسرة السودانية فسعداء اليوم صباحا أن يرافقنا هذا المشوار الصباحي علي عبد الرحمن محمد حسين هو واحد من المهتمين بالموروث الثقافي وبالتراث السوداني مرحب بك وصباحك خير أهلين ومرحب بكم وحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين في البداية أشكركم بزير الشكر أشكر غناة الشروق على استضافتهم لنا لنبين لكل المشاهدين التراث التراث الولايات الشمالية الذي يعني تراثا غديما في أجيال حديثة لم تكن تعلم بهذا التراث الموروث الموجود في حاجات مختلفة التراث ونحن سعيدين حبد الله موروث يعني لسه موجود صح ونحن سعيدين أنه صباحا نتحدث عن الإرسل الثقافي ونتحدث عن مجموعة من الأشياء التي هي قادمة من هذا الموروث الثقافي للولايات الشمالية بنحيي عبر كل أهلنا في الولايات الشمالية وخلينا بداية الإنسان عشان ما يكون هو مهتم بالموروث وبالتراث بيكون هو فيه تكوين كده من البدايات نعم بأنه هو مرتبط بالأرض ومرتبط بالتراث فبداية كده الخلاك تهتم بالتراث شنوه؟ والله أنا أنا يعني من دونقولا من مطقة الدوم شرق مليل من حي أهل في دونقولا صباح الله حييكي ف يعني تربينا هناك وترعرعنا هناك ودرسنا هناك ولقينا يعني الناس قايمين على عهد كان صعب شديد جداً لا توجد كهرباء وحتي لم يكن هناك صهاريج مياه فكانت كله كذا من البيوت يكون حافرين أرض حافرين بير بيسحبوا منها المياه ف ما في جلاجات زمان كان بيخزنوا أشياءهم في الحاجات اللي بيعملوها وحيان بيعملوهما بنفسهم فنحن نحسي عندنا أمثال لهذا فجل الارتباط بالتاريخ ده وجل الارتباط بالموروز ده من طبيعة الأشياء المستخدمة في المنطقة في المنطقة نعم ففي الهداء يعني كان بابور ده من المحاس ده البابور بيشتغل بالهواء بالغاز فده كان بيضبخوا بيهم ممكن نرفعوا عشان يكونوا معاك في الكاميرا نعم اتفضل ايو ارفعوا عشان هما عشان والي اللي معاك في الكاميرا يشوف ايو فده كان بيستعمل في الطبيق مهم من معمول من النحاس فكان بيعبع بالجاز فبينفق بصن يكون فيه هواء والهواء برفع الجاز ده ما كان فيه نظام شريط ولا شيء فده كان بيضبخوا بيهم شو الله يعني بيشتغل؟ أيوة شو الله ايوة شو الله حسن فاة دي واحدة من الموروسة دي واحدة من الأشياء اللي نادرة جدا كانت موجودة في المنطقة هناك أقرب اللي بيعرفوا بالرتينة و الرتينة ده الرتينة مع الإضاعة اها رتينة ايوة لكن الطريقة الآلية ذاتة بتحت بيشعات برضو قريبة ليها ايوة قريبة ليها طيب التاني شنو؟ التاني عندنا ديك مسلا لا بيقولوا للمبة بنية للمبة بنية بيسموه هناك للمبة بنية ايوه هي لمبة فدي فيها شريط بتعبب الجاز وطبعا الشريط بيتبلح بيتبلح بييجي والعاف الكفير وده كان الحاجة اللي عندهم زمان ما كان الوقت داخل ما كان في رتينة بس فقط هو ما كان في كاربة فقط دي والفانوس كان بيستعملها داخل الفيود فعندنا الشيء الثاني الشيء العزيزة جدا على نفسنا دي ممكن موجودة في كل ولايات السودان دي المحفظة النسائية بيسموها الزاوية صح وده كان حقة والدتنا رحمة الله عليها صح فدي عندها يعني الله يرحمه فيها رمزية كبيرة دايما للحبوبات هي موجودة دايما ايوه فدي كان اللي بيخط فيها قروشهم بيشهدها ومشهدها طبعا بيحفظها داخل البن صح قبل ما نواصل في باقي الاشياء الموجودة معانا نعم خلينا برضو نتكلم عن المنطقة اذا تكلمنا عن ضونقولة او الانتداد للولايات الشمالية نعم هي غير الموروز دا فيه اشياء مختلفة انتداد للحضارة الموجودة من زمن طويل من غيرها هي اللي بتخلي من انسان المنطقة مهتم كمان بالتاريخ خلينا برضو نتكلم في الجانب دا يمكن هي الشمالية منبع الحضارة فيها كثير من الاهرامات فيها كثير جدا من الكنائس في زمان حقت اللي هي معابد لكن اتطورت يعني في عهود مختلفة وغيرها في لسه في لسه بعض منها زي ما هي مدفونة وراجبة لسه ما تخرجوها يعني يقال انه فيها الدهب وفيها العلماظ وفيها العشياء اللي كان بيستعملوها زمان القدماء يعني صح فدي لسه موجودة لكن برضو يعني الموروز دا موجود والحضارات دي موجودة لكن الناظر ليها بيشوف انها قدر شنو مكشوفة الداخل والطالع حتى مجرد الاسوار للحاجات دي ما موجودة هذه حاجة مهم نقوله صباحا يعني وصراحة فيه كثير جدا ما مهتم به ما مهتم من به فلكن حسي غريبا يعني لقين انه بيهتموا بالمعالم الحضارية بالمعالم الحوارية كالإحرامات ككذا ككذا بيقى حتى مباقة غريبا حتى بيقوا يجو بحثات مختلفة ايوه ايوه بيقوا حتى بيقوا يجو بحثين من خارج السودان يبحث عن التراث والموروث السوداني الموجود ذا لانه مؤخرا يعني الناس بتكلم عن السودان انه بداية للحضارات وبداية للجين البشري الانساني وغيرها يعني الناس بيقات مهتمة بالاشياء دي وهي مهم انه يعني حتى الاجيال القادمة تعرف حضارتها وتعرف موروسها السقاقي خلينا نواصل والله نحنا يعني نواصل في الاشياء الموجودة عندنا ايوه فهذا طبعا سبحان الزمان اللي كان بيستعملوها حسا حاليا ما دين حاس دين حاس فدي عندها برضو تاريخ قديم جدا يعني هي مكتوب 1286 1286 عباس حمزة نحنا للمشكية 1286 عندنا برضو دي من الاحجارة الكريمة حسي شوف نرفعها بس لان عشان الكاميرا الحجر دي ايوه شوف هي عبارة عن وش انسان مم دي حاجة نحط طبيعي يعني طيب الناظر للأحجار دي ممكن يقول انه هو الشكل دي من الأحجار بيلاقينا يوميا بيشوف في الشوارع وفي الطرقات وغيرها فميزة دي شنو والله دي ميزة هي طبعا يعني الناس كلها ما بعرفوها لكن لو متيزة شيلة تتماعا فيها مم يعني تشوف يعني سبحان الله وضح فيها الحجر يعني كشكل الإنسان مم فدي يعني الكاميرا عشان ايوه فدي برضو عبارة عن شكل الكلية اها شكل الكلية مقطع الكلية من الداخل كمان يعني نفس المقطع صحيح نفس المقطع صحيح اه اه هنا برضو فجارة دي برضو عبارة عن شكل الفجار الوردة يعني امم عبارة عن وردة هي دي موجودة يعني من زي زمن طويل ولا هي انتو التقطوها حديثة والله هي من زمام ما موجودة مش ما موجودة هي موجودة كالناس ما كان عارفنا هي وين اه اه من وين هي السي يعني المنطقة الضبطة الاختفة الجواة منها والله دي من منطقة اه ضنجولة زادة اه ضنجولة شركانين اه م حك حبوباتنا كان بتكحه لبيه ورواد ورواد كم بتكحولوبيه عم يعني شوف حجمين قدرشتين سبحان الله حس تلك الحياة دي كلها يعني ما فيجئت حياة صغيرة كده وساما لكن ما كبير كبير يعني الحجم او شوفه كبير ايوا 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 بيركت فيهو لزمن طويج جدا ليس الدين بالاستخدام مثلا الاكل وكدا السمنة 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 كان بيختاف دا طبعا هناك يعني زمان ما شاء الله السمن راقد والنب الراقد زمان بيجيبوا السمنة كان بيدخلوا الناس كانوا مهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية وغيرها لكن مؤخرا بيقيت يعني الاهتمام ما بيقى لنفس الاشياء ما نفس الارتباط بالزراعة وغيرها ودي يعني برضو مهم رسالة الصباحية ونقول لي مهم انه فدي عندنا هنا الدروش القديمة المليم خمسة مليم العشرة مليم القيرش القيرشين دي اللي انت جامع عندك اصلا اي دي جامع عندهم كمية كبيرة وغنيمة اليانية الثانية ايو وغنيمة اليانية فدي برضو بصغنيمة يعني احنا اذا اتكلمنا عن تاريخ يعني انت جمعك للمليم والخمسة مليم وغيرها دي استنت كم في ذلك؟ والله دا ما اطول كتير يعني يمكن تقريبا من قبل خمسة سنة تقريب لا كان التعاو انت قصدي التعامل بيها زمن يعني زم اكيد بانها كانت موجودة كان في تعامل بيها كان في تعامل بيها لغاية آآ في بداية السبعينات كان بتعامل بيها دا بيعني احنا بنشوف انو عملتنا معناها هي يعني دهوار قد يشكل كبير بما انه هو من بداية السبعينات كان المليم كانت موجودة فالقيرش والقرشين كانت موجودة فتدريجياً حصلت كده ما لها غيمة نغم إنه عندها غيمة كبيرة جداً فدل البريق بتاع الفخار البريق شنو؟ البريق الفخار كان بستعمله الزمان حسة حالياً ما في حد قعدام الفخار ذاته كان مختلف الفخارات حالياً حتى تصنيعه بيكون مختلف وصناعة الفخار ذات ارتبطت حتى بناس معينين وارتبطت في المنطقة بثقافات مختلفة لناس موجودين في المنطقة معروف عنهم هذه الثقافة وصناعة الفخار وغيرها وده بيقودنا مباشرة حتى المهن المهن في المنطقة كانت مرتبطة بالتراث ومرتبطة بالموروس صحيح صحيح حتى يعني لغاية قريب كانتنا ناس بيعملوا لما قولوا القربة بيستغلوا في الجلود الدباغة الدباغة بيستغلوا في البيوت حاجة محلية بيعملوا مثلاً القربة اللي بيعملوا فيها الموية وحاجة اسمها الشلوان برطة بالتراثموية وفي حاجة اسمها السعن لا شبيعه اللبن كان بيقود صنع دي كان موجود وكلها بتتصنع في البيوت كلها بتتصنع محلية هناك وحتى الناس اللي بيعملوا يعني بيقى قليل جداً يعني يمكن الناس اللي بيعملوا القربة هادي بيقوا بسيطين جداً يعني صح صح اولا انو الاهتمام بالاشياء ذاتها بيقى بسيطة يعني بيقى بسيطة حالياً ما في زول يعني بيهتم بالقربة أو بالسعن أو غير عشان هما ينتب منها السمن أو حط يحفظ المو ما بيهتموا باكتين صح دي قزاز دي كان قضبت على الدرب وانا الدربة يحسن الحالين دا ما كان موجود كان بيجيبوا الدرب في القزاز يعني حتى لكن يعني الشكل دا من القزاز لسه موجود وعليه المقاييس وكده لكن بس شكلها مختلفية ايوه ايوه فده يعني في قليل جداً من الاماكن تلقى موجود ايوه اولا التغييز في المعامل وغيرها اكتر يعني ايوه في المعامل ايوه فعندنا دا يعني فيه كان بعمل بفوق الودك ودك دا برضو نوع من الدهن دا بيطلع الدهن دا بيطلع من من الحيوانات من الحيوانات يعني حس فيه ودك وخارتين عليه الحب دا الغرنفل يعني دا يمكن اكتر من السبعين سنة موجود ومحتفظ بخامته محتفظ السير شنوفي انه هو يعني تقدر يحتفظ نحتفظ به وليه زمن طويل كده بالرغم انه يعني الاشيات دايماً تجلي من الحيوانات وغيرها بنقول انها هي البكتيريا تشتغل على اوقد عفاً سريع يعني ليه بيكون قاعد زمن طويل لانه فيه فيه ادوة موجودة فيه حلق من القرنفل ولا شادي القرنفل يعني هو هو ما بيخليه يكون ما بيخله يطلع حتى بالسامله كان في العلاجات طبعاً وحالياً شغالين عليه او حاس مختلفة لمعالجات ولسه ولسه شبته ممكن سبعين سنة موجود لسه في ال صح فيه موجود يعني بنفسي خامته بنفسي فا الاحجار التانية دي الاحجار التانية دي هي ذات الاحجار لكن اكبر تقريباً اه احجار لكن بحجم اكبر يعني دي حجر طبيعي محطة طبيعياً اه دي حاجة طبيعي يعني صح والناظر لها ممكن يقول انها هي حاجة مصلعة ايه ولكن حاجة طبيعية محطة 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 انت بتشوف ما يشوفوا اللي بيشوفوه الناس و اللي بيطلع عليهم النور فانت ما بتشوفه يعني شوف الاشياء يمكن يكون مختلفة انو الانسان بقدر بلتقط الاشياء وشكلها بطريقة مختلفة دي الفكرة لانو في الناس ممكن يشوفوها يعني دي حصة او حجار طبيعي محطة محطة بعدين شوف دي محطة 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 بيوسقوا لأجيال سابعة لناس رحلوا عندهم صور بيوسقوا ليهم فبيهتموا بالصغافات وبالتلاث برضو لعني عندنا فلاث برضو بجمعوها عندهم في بيوتهم أنا حاسي عندي عامل المتحف في البيت يوم المتحف في البيت يوم المتحف في البيت الأشياء دي كلها حسن المتحف في البيت ايوة عندهم طبعا الموجودة القداحة القدح دا عبارة عن صحن بتاع حشب كان بيقلبوه زمان في حاجة برضو عندكم صورة هنا موجودة هدي كان بيخد فيها اللبن اللبن بيقوم كثير هي عبارة عن شنو؟ برضو نظام الفخار برضو نفس الشي عندنا حاجة اسمها طبعا عندنا الرتينة والفعنوس وعندنا الحب أشكال مختلفة لأشياء جاية من التراس لكن يعني هون السؤال بيبقى شنو؟ في إنه الأجيال الحديثة يعني هسا أنت عندك الأشياء دي موجودة كمتحف في المنزل ده من اهتمامك أنت بيشكل خاص بالتراس الأجيال الجديدة في ناس لست بيجوا عشان ما يشوفوا الأشياء دي بمرتبطن بيها يعني من الأجيال الجديدة والله هو ما بيكون يمكن عارفه لكن لما يجي يشوفها يعني بيتكيف لها جدا جدا بيجوا المتحف يعني بيجوا أيوة بيجوا حتى بيسألوا شنو ودمين شنو ودم عمول كيف ودم عمول من ايه ودم وين وذا كده ففي ناس كثير جدا الأجيال هذه ما عارف الحاجة إلا الناس القدام هم اللي بعرفوها الناس القدام يعني الجيل الجديد في كثير من الأشياء بيتكلم عن أنه هما التكنولوجيا والحضارة وغيرها وكثير من الناس بيفتكروا أنه هو الحاضر يعني الممبتده هو نوع من التقدم فمهم كمان نقول للناس في أنه أهمية الارتباط يعني أنت ده ما بيمنع من أنك أنت تكون مطور ما بيمنع من أنك أنت تكون مواكب وغيرها لكن لازم الإنسان يرتبط بأصله وبتاريخه وغيرها وده الأمم المتحضرة هي بتعملك نعم فللمحافظة على التراث أو الصعافات يعني عندنا في ناس حاسي بيدرسوا اللهجات أو اللغات إذا كانت اللهجة المحاسية أو الحلفوية أو الرطان اللي هي اللغة النوبية اللغة النوبية بالصفة عام بيدرسوها لأنه في ناس جيالة قامت في من الناس اللي كان برطن الزمان ما بيعرفوا كل ما رطان كلها عرب وفي من الناس القدامة الكبارة الموجودين ما يعرفوا كل ما وعد عرب كل شغلهم بالرطان حقا ومهم أنه يدرسوا اللغة النوبية ما يعرفوا اللغة النوبية نعم فاللغة النوبية تأتي الشمالية مربوطة برضو ارتباط وسيق باللغة تعد جبال النوبة حتى في ناس جبال النوبة يتكلم ونفس اللغة حقا الضناقلة والمحاس ما هي الحضارة دي ما ممتدة للسودان كله؟ ايوه الحضارة ضبا من الشمال جات لل ايوه والحضارة الكوشية قلنا ممتدة واللغة النوبية لأنها حاملة للثقافات نعم مهم انه على الأجيال الجديدة كمان يعني تبحث في اللغة النوبية نعم في مخطوطات وغيرها في المنطقة فيiking وفي بيدرسوا اللغة النوبية نعم بدرسوا يقول في المنطقة في ناس بيدرسوا اللغة النوبية ايوه ايوه يدرسواها يعني زيه وزيه اي موالات دي مدرجة جميل مواصل فاد الاشياء الموجوده نعم فعندنا من الشعب المردانية لكن تشوف الشكل الشعب المردانية وين في من البحر الأمر من البحر الأمر وفيها اشياء غريبة جدا شكل شكل وشالانسان صح ده بنفس الطريقة اللي بتكلم عنها هنا هي بتوقز ويتشوف فينو كيف الانسان بينظر للاشياء صح نعم ده برضو واحدة من الشعب المردانية برضو مطلقة ده برضو نفس الشي يمكن منتشرة في المنازل وكده كأشكال الزينة منها ملونة وكده ممكن الناس بيكونوا بيشوفوها بالوان فما شايفناها طبيعيا ايوه ايوه والله فيها اشياء بتجي ملونة انا برضو مرة لقيت يعني واحدة من الشعب المردانية يعني فيها تلوين تلوين عجيب جدا ايوه لا صحيح ايوه التلوين طبيعي يعني ايوه وميدي ذاتة بيلوينوها في كتر من الناس بيستخدموها بكزينة يعني ده كله الشعب المردانية والبحر يعني اللافي دكتر يمكن الميزان الموجود ده نعم الميزان هو الميزان ده شنو لانه هو ما كفتين يعني واضح انه في كفة وفي جانب تاني مسطح الميزان ده ممكن ترفعه للكاميرا ونتكلم عنه ايوه نعم الميزان ده كان بيستعمل في الزمان او غديما في البوصلة كان بيوزنو به الرسائل ايوه الرسائل لانه كانت بتحرر بالوزن اكتر نعم انت عندك رسالة دار ترسيلها بيوزنوها ليك بيشوف غيمتها كم يدفروك ده كان قبل حقيقة دي معلومة جديدة يعني انه الرسائل انها هي كانت بيوزن ايوه بتوزن طعا يعني ما كان بيخطلها البعض ما يوزنوها شوف غيمتها كم بيخطلها طبعيا كده طبعا طيب اذا كانت دي الحتة اللي بيخط فيها الرسائل نعم وده الجانب التاني ده ده كان في حاجة زي جرام زي لانه كان بيخطوها خطوها ايوه لس ما ما جبناه محنان حاجة دي كان بيخط فيها الموازين الجرام والوقيه والحاجات طبعا فتكمل جانا كما ذكرنا السقافة السودانية دي يمكن هي مرتبطة بالسودان كله نعم يعني الاشياء الموجودة في الولايات الشمالية فيها بعض الخصوصية لكن اقرب ليها موجودة في ولايات تانية وكده فبرضو خلنا نتكلم عن اشياء الخصوصية الموجودة أو خصوصية التراثل عندكم الأشياء الممكن تكون مرتبطة بكم أنتم بس في الولايات الشبالية والله هي يمكن مع بعض الولايات يكون هي الهدف واحد لكن المسلمات بتختلف وحتى الصناعات بتختلف ففيه في الغرب نحن عندنا في الشمال عندنا القدح القدح بيجي زي نظامات لكن حجمه كبير معبول من خشب من خط من خشب طبعا أيوة فده كان بيستعملوه ففي الغرب بيجي بيزام بشكل اسمه شوندين حاجة دورانية كده البخصة أيوة زي البخصة ونحن عندنا البخصة ذاتة عندنا في الشمالية ما بيقلو فيها لكن بيقلو فيها لب صح اللي هي من الفقار أكثر من الفقار هناك البخصة عملوها من الجرح في الغرب أيوة في القرع بيعملوها صح في بعضا منهم القرع في بعضا منهم بيعملوها من النساجة يعني من الطين وبيجي سجوها بسعب بأشياء من الحياة دي طيب نحن إذا يعني شاهدنا كل الأشياء دي واهتمامك الكبير بالتراث وإنه هو متحف للتراث موجود عندك في المنطقة وفي البيت كمان نعم فخلينا يعني نرسل رسالة مباشرة لكل اللي بيشاهدون من الجيل الجديد في اهتمامهم بالتراث نختم بها المساحة دي اوكي قبل ما أخش فيدي شو بالله اللي مم الكبير زي ديل زمان كم بيعملوا فيه صح في رمضان خاصة تلقى ما هذا مخطوء على رمضان كريم طبعا بيعملوا فيها العصير زي العبداء والأمور والأشياء دي صح بيجيبوها في الصينية للـ ولسه مرتبطة يعني في الصور دايما بيتكلموا عنها ويشتغلوا فيها عن التراث السولاني الرمضاني ممكن ألا محلها الجك والحاجات دي بيجيبوا فيها العصائر بالضبط دي مكتوب عليها زكرة 21 أكتوبر اللي هي تعريض 20 أكتوبر من ثور أكتوبر جديدة يعني صح فرسالتك الأخيرة اللي الجيل الجديد في ارتباطهم بالتراث نعم لأنه شاكر ولي زمن أوكي بالله أنا يعني أوجه رسالة لكل السودانين في كل مكان أن يحتفظوا بالتراث ويهتموا بالتراث لأنه لو تجاهنا الحياة دي يعني تاريخنا بندسر لذلك نتمنى أن كل الناس كل من دي طريقة يجمع الحاجات دي لأجيال غادمة لأطفاله لجيرانه لناس المنطقة حتى من بدل المنطقة بيجي يزوروا وشان يعرفوا الأشياء الموجودة طح ونحن معاكم نحمل ذات الرسالة للجيل الجديد في اهمية الاهتمام بالموروز الثقافي بس الدوم برضو دعمونه في بعض الأشياء والدوم ده هو اسم يعني تراسي لأن المنطقة ده كان يعني مزلحمة جداً غزيرة جداً بشيرة الدوم بشكلة سموها الدوم ولسه فيها بعض الأشجار الدوم موجودة ترجمة نانسي قنقر